السلام عليكم ورحمة الله مواصلة دروس المشبك بس لنا ويلاحقوا معنا بركة شوية ناس اليوم راح نديرو قريطة النقل المشبكي هيا ليه ليه خوطي اليوم بدأوا البث شوي بكري هكا ان شاء الله ما بيزمان يلاحقوا الناس كما موالف ندير في القروبات اليوم ان شاء الله راح ندير نحضر لكم قصة قصة كالعادام بيزمان يلاحقوا القروبات الاخرية هاي بسم الله الرحمن الرحيم كان في مكان في واحدة البلاصة ويضعوا فندق الفندق هذا فيه نساء نساء للزواج هكا وكانوا يقولوا انه اللي يدخل الفندق ويحب يتزوج اي واحدة منهم احنا نزوجوها ونتكلفو بكامل يعني نفاقات على الزواج هكا وكانوا مديرين طوابق الطابق الاول الطابق الثاني الطابق الثالث حتى للرابع والخامس والسادس فاول شاب بزاف شباب يدخلو حوالي مليون وما تزوجوش الشاب هدا حب يفهم على حدو كل ما يدخلو ما يتزوجوش مع ان هم هذروب اللي يكاين نساء الجميلات الداخل فاطلع دخول في الفندق طلع للطابق الاول مكتوب في صنصر كيوصل للطابق الاول مكتوب هذا الطابق يحتوي على نساء تجيدنا الطبخ تجيدنا الطبخ ولكن هنا ليسوا ربت بيوت يعني مهم شام والفين بتاع الدار بس يجيدوا الطبخ هكا وجميلات فاقلك خلي نزيد نطلع الطابق الثاني نشوف بالك نلقاخها اطلع للطابق الثاني كيوصل للطابق الثاني لقد مكتوب هنا نساء تجدنا الطبخ وربات بيت ولكنهم ليسوا جميلات يعني معتدلات الجمال قلك خلي اخويا نطلع للطابق الثاني تبالك خير اطلع للطابق الثاني تلقى مكتوب هذو النساء يجدنا الطبخ وجميلات ولكنهم وجميلات ويجدنا الطبخ وربات بيت هكا ولكن في الطابق الذي فوق يوجد نساء أجمل منهن قلعلك اووه لا آفار صداعь للطابق الثاني يوجد يعني يوجد التابق الربع القابل الى مكتوب نساء جميلات يوجد نساء جميلات ويوجد نساء جميلات جدا ويوجد طبخ وربات بيت مكتبش لا في التابق اللي يبعدو كين أجمل منهم ولا لا شوفوا طبيعة بعض الناس شوفوا الطماع ما يدي والو الطماع ما يدي والو فالإنسان لديك وشرح دار كيف يطلع للتابق السادس كي وصل للتابق السادس حبا لك قل كنلقى خير عليه هادو كامل في التابق السادس كي حطوه وطلع للتابق السادس لقد وصل 130 ألف لهذا التابق وفي هذا التابق لا يوجد أي من النسوة وخلاص خلاص وراح بلا مزوش حتى وحده شفتو خاوتي الطماع مش مليح هذه يا برك القصة اليوم كانت عبارة عن الطماع العبارة منها والطماع درت المناعة درت المناعة هاي هاي يطلع بليطة شو القصة هذي قلتها في ناشرتها وحده القناة على اليوتيوب قلتها لكم أخوتي لما اطلع للتابق السادس طماع ما لقوا ولو هما كانوا حاطينهم انه بشرط يعني تحبس في التابق كنت اطلع للتابق يعني وما تضي حتى وحده خلاص صحي راح تعليك الفرصة هيا نبدأ وان شاء الله خد الصورة واضحة خوتي لا واضحة خليني نبدأ الصورة واضحة خوتي واش تدير اليوم مكتوبة في العنوان تعد درسة صحيح ندير اليوم آلية النقل المشبكي هكا صورة واضحة نبدأ ولا ما نبدأش اكتبوا لي لا صورة واضحة باينة كينس قصي باينة كتف لي كومنت هيا الصورة واضحة ولا نكملوها قصص وحكيات وخلاص هيا الصورة واضحة نبدأ هيا تحير انا راح نبدأ ما مكن ما تكونش صورة واضحة نبدأ هزو كتاباتكم وحلوا على الصفحة 132 انا بديتا وصورة واضحة بسيبا واحد بنطق خي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نديروا آلية النقل المشبكي تنتقل السيالة العصبية على مستوى المشابكة الكيميائية بفضل مبلغات كيميائية مثل الاسيتي الكولين اذا الاسيتي الكولين على مبلغ كيميائي اثر تنبيه الفعال للغشاء القبل مشبكي كيف تؤثر هذه المبلغات الكيميائية وما هي التغييرات التي تسببها على مستوى غشاء الخالية وركز على كلمة البعد مشبكية مقر وآلية تأثير المبلغ الكيميائي 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 ينتقل العمل من الخالية القبل مشبكية الى الخالية بعد مشبكية بفضل مبلغات كيميائية مثل الاسيتي الكولين التجارب التالية تبين مقر تأثيرها والتغييرات الناتجة عنها إظهار مقر تأثير الأسيسيل كولين التجربة واحدة لمعرفة مقر تأثير الأسيسيل كولين على مستوى المشبك نحقل في مادة الاتصال العصبي العضلي مادة الألفابينغاروتوكسين أو سم هذا الألفابينغاروتوكسين أو سم مادة تستخلص من سم من نوع من أحد أنواع الثعابين أي من المعلومات مفيدة ديروا عليها قروة ومن بعد قروها أو ديروا عليها نقطة أو علمت فيه طبعا نقول لكم ولا نقطة مشعة مستخلصة من نوع من الثعابين تمثل وثيقة واحدة سورة بالمشهر الإكتروني لمنطقة الاتصال العصبي العضلي المعالجة بمادة ألفابينغاروتوكسين المشعة والمتحصل عليها بتصوير الإشعاعي الذاتي مبدأ تقنية تصوير الإشعاعي الذاتي أحفظوه اللي موش عارفوشي هو يرجع للقناة التاعي يلقى باللي كين في القناة التاعي بسح لازم يجيني على الخاص باش نبعت له الرابط تاعها بسكو في الصفحة قل لك أخويا ما تنشرنا حتى حاجة فيها روابط خارجية فلازم تجوني على فيسبوك محمد يوسف باش تلقاوها هكا باش تلقاو القناة التاعي تلقاو مؤلغي فيزيو على المناعة كومبلي هاي واحد علل ظهور وتمركز الإشعاع في المناعة تقدكين في الغشاء بعد المشبكة من الوافقة واحد قلك علللي يا أخويا ظهور وتمركز الإشعاع في المناعة تقدكين في الغشاء البعد المشبكة أعلى هه الإشعاع تمركز لله أعلى وش رأيكم قرأوا تعريقات هيا حطوا الكتاب قدامكم حطوه حلو هاي في رايكم على أنا راح نقول لكم علىها خوتي شفتوا المادة هذه تقرأ في معلومات مفيدة تلقوا مادة الأفبنغاروتوكسين مادة تستخلص من نوع من أنواع ثعابين حيث يحقن هذا الثعبان ثمه بالفريسة المضادة فتسقط مشلولة سمح استعمال هذه المادة من طرف العلماء باستنتاج كيفية تأثير الأسيتي كولين شفتوا هذه المادة خوتي البنية تاعها مشابهة للبنية تاع الأسيتي كولين وفي التجربة هذه حبوا يعرفوا أسكو الأسيتي كولين عنده دور في الخالية لبعد المشباكية ما يقدروش يجيبوا أسيتي كولين وش راحوا دارو وجابوا مادة مشابهة للأسيتي كولين عندها نفس البنية تاع الأسيتي كولين اللي هي ألفابنغاروتوكسين حقنوها كي حقنوها القوبل للألفابنغاروتوكسين توضعت على مستوى مستقبيلات محددة هكا كي توضعت لي اللي هنا في الخالية شو إذن اليوم عندنا آلية انتقال سيالة العصابية على مستوى الخالية البعد مش فكياني قاعد نقرأ وش نكتبها شوفوا احنا وشي همناها هادي هاي شو هادي واش هادي خالية قبل مش باكية هما حابين يديروا دراسات على هادي ليهي خالية بعد مش باكية هكا الدراسات جي على الخالية هادي ليهي خالية بعد مش باكية الخالية هادي فيها قنوات فيها قنوات شاين كي ما حكي القنوات هادي عندهم القنوات هادي عندهم هاهم شوفوا في الكتاب الصفحة شوفوا في الكتاب الصفحة 35 حلو الكتاب بتاعكم صفحة 35 شوفوا في الوثيقة رقم 6 ما تشوفوش شوفوا منين مكتوب موقع واحد وزوش موقع تثبيت شوفتو هادي القنوات المكتوب قناة مغلقة ولا القنوات الممثلة هادي القنوات موجودة وين في غشاء الخالية بعد مش باكية اللهم وفيها حوائش كما هكا تقدروا تسميوهم مستقبيلات فيها مستقبيلات هادي المستقبيلات خاصة بالأسيتي كولين وهو ما كون ما عندهنش الأسيتي كولين حقنو الحقنو البتا بيرغابطو حقنو الألفا بيرغابطو توكسين حقنو الألفا هذا المادة السامية هادي التسقط للحم في المستقبيلات اللي موجودة في القنوات هادي يسميوها قنوات كيميائية هكا كمعلومات أولية على هادي قل لك علل لي يا أخويا ظهور الإشعاع عللناه وذالي بكالي أن الألفا بالألفا اسمه وعر الألفا بينغارو توكسين الألفا بينغارو توكسين هذا هاو كثير مكتوب هو اللي توضع لي على المستقبيلات الخاصة بالأسيتي كولين والموجودة في غشاء الخلية البعدة مشباكية خلاص سيبو مفهوم قل لك إذا أعدنا التجربة السابقة في حقن الألفا بينغارو توكسين ثم حقن الأسيتي كولين في الشق المشباكي فإنه لا نستجل كومون عمل ما نستجلوش كومون عمل لعلاه وذلك خلاص لأن الألفا بينغارو توكسين وشدار توضع لي في المستقبيلات الخاصة بالأسيتي كولين والموجودة في غشاء الخلية البعد مشباكية كنعاب بنحق لنا أسيتي كولين ومش رح يصر ما ما يلقاش معا من يركب وما يلقاش معا من يتوضع وما يلقاش معا من يتوضع خلاص قضية الأمر ما يقدرش الأسيتي كولين يلعب الضور تاعه فما نلاحظ إنتاج كومون عمل هكا فهوما ما هي المعلومة المستخرجة من النتائج السابقة نستخرجه بالأسيتي كولين هو مبلغ كيميائي عنده دورة يقوم فيه أو مهمة وظيفية يقوم فيها في الخلية البعد مش باكية قل لك على اللي علاها خوية شهلة لفراشة الثعبان المحقونة ب قل لك علاها خوية الفراشة شلت وراما الثعبان عضها والثعبان عنده السم اللي هو هذي عنده المادة السم هذي اللي هي Alpha Bengarotoxin قل لك علاها الفراشة شلت وراما عضها الثعبان علاها توضع للمستقبلات الخاصة بالأسيتيل بالأسيتيل كولين وكوم كوم إنه Alpha Bengarotoxin ما عندوش مادة تفككو أو ما عندوش مادة تفككو أنزيم تفككو في عضوية الشخص أي مش كيمال أخر مش كيمال الأسيتيل كولين اللي عندو أنزيم يفككو هو أسيتيل زيت يفككو الأسيتيل زيت كولين يسميوها الأنزيم اللي يفكك الأسيتيل كولين هو أسيتيل كولين استيراس هو اللي يفكك الأسيتيل كولين إلى أسيتيل زيت كولين كوم هذا Alpha Bengarotoxin ما عندوش مادة تفككو وش رحي صرح حيبقى متوضع لمستقبلات الخاصة بالأسيتيل كولين وبالتالي الأسيتيل كولين يسميوه هذا الأسيتيل كولين هو مبلغ كيميائي المبلغ الكيميائي يتوضع على المستقبلات ويأدي يدوره إذا كانت اليد مطلوب منها تتحرك رح تتحرك هكا فهذا Alpha Bengarotoxin كي تتوضع على المستقبلات الأسيتيل كولين خلاص الأسيتيل كولين يتوضع يتفوت حتى نبأ من الرساء العصبية صادرة على التحرك فيصاب الإنسان بالشلل ولا الحيوان نقرأ شوبي برك من التعليقات سعكم الصوت ماشي وهي ظهور الإشعاع لتواجد الأسيتيل كولين هذا خطأ الذي قال ظهور الإشعاع لتواجد الأسيتيل كولين غطأ ظهور الإشعاع السببه هو Alpha Bengarotoxin اللي توضع في مناطق أو في المستقبلات الخاصة بالأسيتيل كولين إذن خطأ بيسك بيسك ما ولاتش الرسالة قلكم واحد بيسك ما ولاتش الرسالة العصبية تفوت لا خطر صن بلا مستقبلات مستقبلات بالأسيتيل كولين أو مشغورة بالالفا Bengarotoxin كلام صحيح أو لا نفس الكلام الذي كنت نقول فيه رأي صحيح على هذه الرسالة العصبية كما تفوت لا يوجد حركة مثلا أنا يحرك صبعي كلها أي يحرك رأس الجيم الدماغ اللي هنا يتحرك بس تتحرك اليد هكذا كون يكون بعيد الشر عفان الله وياكم كين Alpha Bengarotoxin نقول الدماغ يؤمر صبعي لكي يتحرك التحت ويطلع من ما يقدر يتحرك على الاسيتيل كولين لا يخدم هكذا ها هنا لكم إلي هاي تجربة الثانية تسمح تقنية الفلورة المناعية بالتحقق من المعلومات التي توصلت إليها سابقا وذلك عن ذريقة ملاحظة الغشاء بعد المشبك المعامل بأجسام مضادة مفلورة بالأحمر ضد مستقبلات الخاصة بالأسيتيل كولين النتائج الممثلة في الوثيقة رقم 2 كما رأيكم تشوف هذا الألوان كي تفهم هذا يقول لك هذا هو غشاء الخالية واش غشاء قبل مشبك هذا غشاء قبل مشبك وكما تشوف في غشاء البعد مشبك أو ملون ثاني غشاء قبل مشبك وغشاء البعد مشبك هل تسمح لك هذه نتائج الملاحظة بتحكيد المعلومات السابقة نعاود نقرة تسمح تقنية الفلورة المناعية بتحقيق من المعلومات التي توصلت إليها سابقا وذلك عن طريق ملاحظة الغشاء البعد مشبكي معامل بأجسام مضادة مفلورة بالأحمر ضد مستقبيلات الأستيكوليين قال لك هل تسمح لي النتائج الموجودة في الواثيقة من التأكد بالمعاملة السابقة طبعا عليها طبعا بس كل أجسام المضادة اللي حقنها ويموف الورا بالأحمر ظهرت فعلا ظهرت فعلا في غشاء البعد مشبكي هكتشوف فيها ظهرة في غشاء البعد مشبكي شكولي يقل كمحمد أخوي باللي هذا غشاء بعد مع المستقبلات الأسيتيكولين إذن يوجد مستقبلات الأسيتيكولين موجودة وين موجودة موجودة في غشاء الخلية البعد مشبكية إذن نعم علل وذلك لظهور الأجسام مضادة المفرورة بالأحمر مع غشاء الخلية البعد مشبكية هكتشوف موجودة وقد ارتبطت مع المستقبلات الخاصة بالأسيتيكولين الموجودة في غشاء الخلية البعض المشركية صورة واضحة أخوتي ملاحظة البث هذا كن نلقى فيه حضرات خارجة على الدرس يعني نبلوكي الناس اللي قادة تحضر نبلوكيهم من البث ما نبلوكيكش من الصفحة من البث إذا نخليه البث لغاية الدراسة فقط ما كانش تضحكوا وتكسار في البث أنا نعاود التحذير كون نلقى واحد زاد كتب تعليق خارج عن مجال الدراسة ولا يقصر مع صاحبه في البث أنا نبلوكيه من البث هكا ويروح يروح علينا يهنينا منه ها أوكي بالصحة لا بأهلا اللي رأي نصر فيه هيا نكمل ألي تأثير الأسيتيب كولين مصدر النبضات الكهربائية المرحلة واحد المرحلة واحد تمثل وثيقة لتسجيل الطيارات المتولدة على مستوى جزء من غشاء البعد المشبكي المعزول بتقنية باتش كلومب عرفناها الباح من قاش نعاود فيها إثرات تنبيه متزايد الشدة للغشاء القبل المشبكي علما أن حقن كمية متزايدة من الأسيتيب كولين في الشق المشبكي تعطي نفس الشدة نعاود نقرأ الوثيقة قلك تمثل الوثيقة لا تتسجيل طيارات متوالدة متولدة على مستوى جزء من غشاء البعد المشبكي أو البعد المشبكي معزول هذا الجزء بتقنية باتش كلومب عرفناها الباح تقنية يقدر يعزلي بها القنوات والغشاء نورمال إثرات تنبيه متزايد الشدة إثرات تنبيه متزايد الشدة لغشاء قبل المشبكي علما أن حقن كمية متزايدة من الأسيتيب كولين في الشق المشبكي تعطي نفس الناتجة وش ليه دار التنبيه؟ دار التنبيه دار التنبيه متزايد الشدة في غشاء الخالية البعد المشبكية شفتو هذا هذا واخر غشاء الخالية البعد المشبكية دار هو فيه التنبيه وشية التنبيه هذا داره متفاوت الشدة دار تنبيهات متفاوتة في الشدة التنبيه واحد او حطه لك بالاخضر انتج عنه تسجيل الف هذا التنبيه بشدة واحد والتنبيه زوج بشدة زوج والتنبيه ثلاثة بشدة ثلاثة شوف التنبيه الاول وهو محتاطف الاخضر داروا بشدة معينة وما بتبش بده الشدات داروا بشدة معينة كداروا بشدة معينة شوف شوف المنحنة اللي اعطاهولي تسجيل شوف لما دار تنبيه اخر بالشدة ازداد ازداد المنحنة شوفها المنحنة ازداد ولما دار تنبيه ثالث ازداد ازدادت شدة المنحنة قل لك اخويا كنت نعود ونبقى ونزيده في التنبيهات يبقى المنحنة نفسه هذا نفسه تعلو فيولي ما يقدرش يزيده على تعلو فيولي على هيا هاي لماذا؟ ساعة التسجيل مرتبطة بشدة التنبيه أو كمية الاصيتيل كولين المحقول بحيث كلما زادت شدة التنبيه زادت ساعة الطيار وبما أنه حق كميات متزايدة من الاصيتيل كولين يؤدي إلى نفس النتائج فإن الاصيتيل كولين هو المسبب لهذه الطيارات في مستوى الغشاء بعد مشباكي فهمتوها؟ من لم يفهم؟ هاي 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 من لم يفهم؟ من لم يفهم هي سهلة إذن العوامل اللي تدخلي في رسم الطيارات هذه أو في زيادة شوف كلما زادت شدة التنبيه إلا وزادت ساعة الطيار واضحة كلما زادت شدة التنبيه يزيد لي ساعة الطيار ولكن هناك حاجة خلافة تأثر لي في ساعة الطيار وهي حق كميات متزايدة من الاصيتيل كولين فمثلاً أنا كم ندير شدة واحد ونضع كمية صغيرة من الاصيتيل كولين ينتج طيار هذا كون نزيد في شدة التنبيه ولازم معا نزيد شدة التنبيه نزيد في كمية الاصيتيل كولين المحقول هكا معا نزيد كمية التنبيه نزيد في كمية الاصيتيل كولين محقوق نزيد في شدة تيار هذا زد زد كمية الاصيتيل كولين وزد زد تنبيه زاد نتجري الطيار الفيولي هذا نتجري الطيار الفيولي هذا وخلاص إذا كون يقول لي حلل نتائج تسجيل ثلاثة إذا زيادة في المنحق نقول له التحليل مثلاً عن التحليل الطيار واحد سببه أو نقول له الطيار واحد رسم بفعل تنبيه بشدة ضعيفة نتج عنه تسجيل واحد وذلك أيضاً بحق كمية صغيرة من الاصيتيل كولين وكلما حقنا كمية أكبر من الاصيتيل كولين وزدنا في تنبيه وفي شدة التنبيه إلا ويزيد الطيار إلا ويزيد الطيار هكذا كوني يقول لي ماذا تستنجوش نقول له نستنجو أن قلي شوف نقول له نستنجو أن الاصيتيل كولين هو المسبب لهذه الطيارات على مستوى الغشاء البعدة مش باكي بصح دقيقة كينا معلومة لح كنا معلومة لح لاسيتيل كولين لاسيتيل كولين كنا نحقن كمية كبيرة جداً منه كبيرة جداً منه غشاء البعدة مش باكي يسحق كمية معينة كمية معينة المثال الكمية هذه 5 000 خط في راسك مثلاً بركايا مهما نحقن مثلاً 5 000 وهي أقصى كمية مثلاً يسحق غشاء الخالية المبعدة مش باكي ونزيدنا في الطيار مثلا نزيد ندير تنبيه بشدة 4 نحن نتحصل على نفس الطيار الفيولي علىه ولكن كمية لاسيتي كونين هي التي تتحكم لي في الطيارات وبما أن كمية لاسيتي كونين تتحكم لي في الطيارات أي مهما زدنا الشدة فوق الكمية القصوى التي يسحقها الغيشة مش رح يزيد لي الطيار هكذا أما لما نحط في الأول مثلا ألف ونحط تنبيه شدة واحد ونحط ألف هاو رح يرسم لي منحنة شوي ضعيف أو طيار شوي ضعيف نزيد ندير شدة مثلا تنين أقوى من الشدة واحد ونزيد نحط أسيتي كونين بقيمة مثلا ألفين وش رح يصرح يزيد الطيار ونزيد نحط مثلا نحن في الثالثة شدة ثلاثة وأسيتي كونين بقيمة خمسة ألف وهي الكمية مثلا قلوة القصوى وش رح يزيد؟ يزيد واش يرسم لي الطيار الفيولي وهو الطيارة الأخير أو القاوي خلاص أنا كما نزيد الشدة نحط ستالاف كمية نحط ستالاف من الأسيتي كونين ونزيد نحط تنبيه ذي شدة ربعة مثلا وهو أقوى من الشدة ثلاثة يعود يرسم لي نفس المنحنة الفيولي علىه بس كل الأسيتي كونين هو اللي يتحكم لي في واش هو اللي يتحكم لي في الطيارات إذا قال لي إن حقا كمية متزايدة من الأسيتي كونين يؤدي إلى نفس النتائج إذا فإن الأسيتي كونين هو المسبب لهذه الطيارات على مستوى غشاء البادئ مش باكي المرحلة الثنين نذهب للمرحلة الثنين لعز القطعة من الغشاء البادئ مش باكي التي تتحوصل تلقائيا ثم نحقينها بشوارد خوطي لمشوش الصورة بولولية نعزل قطعة من الغشاء البادئ مش باكي التي تتحوصل تلقائيا ثم نحقنها بشوارد الأن أبليس المشعى ونضعها في وسط ملائم لا يحتوي على شوارد الأن أبليس المشعى الوثيقة الرابعة تبين معضيات التجربية ونتائجها تمثل وثيقة خمسة إحنا إهمنا في أربعة أربعة وشي يقول لك معضيات التجربة قبل إضافة لسيتي كونين إلى الواسط حطينا ها وسط عديم الأن أبليس المشعى وزدنا حطينا حويصيلات بها الأن أبليس المشعى كما أضفنا الأسيتي الكولين بكمية متزايدة ظهور إشعاع بكميات كبيرة وش يعني؟ وش يعني لما حطينا الأسيتي الكولين المشعى في الواسط لما ما حطيناش مظهرش الإشعاع بقى غير الإشعاع أو ما تنساش هذه حويصيلات أي حويصيلات قافلة على الأن أبليس يعني الأن أبليس المشعى أو من داخل ومقفول عليه وإحنا إهمنا الواسط والواسط أو قلك أو عاديم الإشعاع قلك في الأول كما ضفناش الأسيتي كولين ما ظهر ليش الإشعاع بس لما ضفنا الأسيتي كولين ظهر الإشعاع في الواسط لي كان عاديم الإشعاع شوف ليس لها إلا تفسير واحد ما هي؟ ظهور الأن أبليس راجع إلى إضافة الأسيتي كولين كل إنسان عنده عقل رح يقول لك ظهور الأن أبليس المشعى إذا ظهور الإشعاع وخروج الآن أبليس ظهرت لي في الواسط الغير مشعى ظهور الإشعاع في الواسط الغير مشعى دليل على أنه الأسيتي كولين كان سبب في هذا الإشعاع كني يقول لي علم علاه أولا نحل النتائج الوثيقة 4 نقول الوثيقة 4 تمثل تمثل نتائج لتجربة لتجربة بها لازم نعطي عنوان يكون مليح كفاهم ديروا العنوان نقول له منحنة الوثيقة 4 تمثل تمثل نتائج تجربية نتائج تجربية لحقن الأسيتي الكولين في وسط لحقن الأسيتي الكولين في وسط عديم الإشعاع نمدلو هذا أو نمدلو حاجة خلافة لازم نلقى عنوان يكون مليح وشابل حقن الأسيتي الكولين في وسط عديم الشامة لازم نتائج بها عنوان يكون مليح وشابة الملحو كامل هيا دو كنلقوا عنوان ملي هاي هاي شوف كي يقول لي أعطاني عنوان للجدول لازم نحط عنوان مدام ومش جدولي واثيقة كاملة نقول له الواثيقة ربعة تمثل نتائج تجريبية لإضافة الاصيتي الكولين في وسط عديم الإشعاع أو نقول له في وسط عديم الآن وعند إضافة الاصيتي الكولين المشع إلى الوسط لم يظهر الإشعاع في الوسط لم يظهر الإشعاع في الوسط لم يظهر الإشعاع في الوسط وش نشوف نقول وش نشوف نقول وعند إضافة الاصيتي الكولين المشع إلى الوسط لم يظهر الإشعاع في الوسط لم يظهر الإشعاع في الوسط وش نشوف نقول وش نشوف نقول وعند إضافة الاصيتي الكولين للوسط وبكميات متزايدة ظهر الإشعاع وبكمياتك متزايدة أيضاً هذا التحليل؟ هذا التحليل قل لي ماذا تستنشى؟ الاستنتاج الاصيتيل كولين أنا نعطيك أنت حب نعطي هو المعلومة اللي يحوس عليها كاملة تمدها له في الوثيقة الخمسة مش ضرق في الكتاب بس حتو نطيح لك في الباك تحط له المعلومة كاملة إذن ماذا تستنشى؟ نستنشى ان الاصيتيل كولين تسبب في ظهور الإشعاع في الوسط المنعدم أو في الوسط اللا إشعاعي ولا نقول في وسط عديمة إشعاع عديم الأن أبليس المشعع في وسط عديم الأن أبليس المشعع في الوثيقة الخمسة قال لك كما رأيك تشوف قصة المشعرية في تقنية باطشك الوم بقطعة مشهرية قناة نحالة قطعة من الغشاء وقناة هذه هي القناة الأن أبليس آلام هذه هي القناة برك هذه هي القناة وقال لك هوا الاصيتيل كولين جزيئته توضعت على هذه القناة وقال لككم سبحان الله ما توضعت جزيئات الاصيتيل كولين على القناة هذه دخلي الآن أبليس إلى واشف دخلي إلى داخل المصصة المجهرية قل لي بربط النتائج قد لكم حي يقولنا اللي احنا سنتش كلش بربط نتائج الوثيقة ربعة والشكل واحد من الوثيقة الخمسة اشرح مصدر النبضات الطيار المسجلة قل لكم هي مصدر نبضات الطيار المسجلة مصدر نبضات الطيار المسجلة في الشكل الثانين يعود لتواجد قنوات غشائية خاصة يتحكم في عملها الأسيتيل كوليين الذي يسمح بتدفق الشوارد عبرها مصدر النبضات الطيار المسجلة في الشكل الثانين يعود لتواجد قنوات غشائية خاصة يتحكم في عملها الأسيتيل كوليين الذي يسمح بتدفق الشوارد عبرها مثلا أنا جاتني في الباك وأنا فاهم وهذه المعلومة تعلق قيد الدراسة لا نضع اللي كنت نهضر لكم فيها هذه هي الوثيقة هذه مصدر النبضات الطيارات الكهربائية مصدر النبضات الطيارات الكهربائية هو احتواء مستقبلات خاصة بالأسيتيل كوليين على القنوات الكيميائية الخاصة بالآن أبلس والموجودة على غشاء الخلية البعد مشبكية خلاص ونضيف له معلومات عندما يتوضع الأسيتيل كوليين عليها تنفتح القنوات الكيميائية هذه وتعبر الشوارد عبرها ونزيد له معلومات طبعا لي مش قادي يفهم يكتب لي منش قادي نفهم ما تلقيت حتى command الناس فاهم الله يبارك مليح نكمل بنية المستقبلات الغشائية للآسيتيل كوليين بنية المستقبلات الغشائية للآسيتيل كوليين يتمثل الأشكال الوثيقة 6 شكل 1 أحدات تحت وحداتها البنائية المكونة لمستقبل الغشائي للآسيتيل كوليين والشكل بأ يبين البنية ثراغية ثلاثية نمتلك الأبعة للمستقبل الغشائي للآسيتيل كوليين بينما الشكل جيم فيمثل رسم تخطيطيهم للمستقبل الغشائي السابق ورسم توضيحي للمنظر العلوي رسم توضيحي للمنظر العلوي شوف هذا الشكل قادينا عدلي إحدى تحت وحدات بنائية مكونة للمستقبل الغشائي للأسيتي الكولين مليح كيف تتفهموا؟ هذا الشكل البط يمثلي بنية فراغية للمستقبل الغشائي الخاص بالأسيتي الكولين قادي تشوف والشكل جيم يمثلي منظر جانبي للمستقبل العلوي جيمتنين هذا منظر جانبي برك هذا من فوق جيمتنين من فوق وش كاين من؟ وش كاينة من؟ قل لك كاين من قناة مغلقة هادي جيمتنين وكاين حاجة منه وحاجة منه قل لك الموقعين هادي واحد وزوج هما موقعين التثبيت أو موقع تثبيت الأسيتي الكولين هادو المواقع في زوج موقع تثبيت الأسيتي الكولين قل لك باعتمادة على الشكلين واحد واثنين من الوثيقة ستة صف كيقول لي صف الباك نحط له المعلومات الملاح إلا إذا قل لي شوف لا قل لي صف بالتدقيق نحط له المعلومات كامل كامل ندلو جريدة بالصح ما نخرجلوش عنا الموضوع نحط له مثلا قل لي صف مستقبل غشاء الأسيتي كونين مش راح ندلو آلية انتقال سيالة العصابية على مستوى المشارك ما نخلطش قل لي صف البنيات عن مستقبل غشاء الأسيتي كونين مش راح نحط له كل شيءقة و ليه قل لي صف باختصار هذه كي باختصار تحط له المعلومات الأهم في هبة Lotus ظهنا胡 قال لي صف صونون ما مities نجلوウوصف بنيت وطبيعة المستقبل غشائي للآسيتي كونين يتكون المستقبل غشائي للآسيتي كونين من خمس وحدات و هذه الهضرة اللي كان مهضر فيها تحفظ تحفظ يتكون المستقبل غشائي للآسيتي كونين من خمس وحدات يتكون المستقبل غشائي للأسيتيل كونين من خمس تحت وحدات بروتينية تختارق طبقتين الفوسفوليبيد لغشاء لعدد المشبكي والمكونة في مركزها قناة نعود لتكون المستقبل غشائي للأسيتيل كونين من خمس تحت وحدات بروتينية تختارق طبقتين فوسفوليبيد للغشاء لعدد المشبكي والمكونة في مركزها غشاء أخلاص هذه هي الوصف باختصار قلي حدد لي الطبيعة الكيميائية تحدي المستقبلات طبيعة الكيميائية بروتينية على باسكور خمس وحدات التي تكون لي القناة هذه أو خمس وحدات التي تكون لي المستقبل غشاء للأسيتيل كونين هي خمس وحدات بروتينية إذا نقول لي ما هي طبيعة الكيميائية نقول له راحي بروتينية قلي ما هي المعلومة الإضافية التي يقدمها لك الرسمين الممثلين في الشكل جيم؟ المعلومة الإضافية بينها إنه يوجد موقعي تثبيت لأسيتيل كونين موجودين فكلون هدرها له هدرة يوم الثاني تقول لي باللي وجود قناة مغلقة في حال غياب المبلغ الكيميائي خلاص خلاص عمل للمستقبلات الغشائية الأسيسي كولين وهي آخر ما سنتناوله اليوم هذه هي آخر ما سنتناوله اليوم وخلاص ندخل لكم اليوم في كومون الراحة هذا كأنه يمثل كومون العمل هذا كأنه كومون العمل حطوا المعلومات هذه كامل اللي تعاطيناها اليوم في كومون العمل كومون الراحة حاجة خلف إذن نرتاح شوية ونأتيكم ونأتيكم طبعاً البث سيكون يومياً إن شاء الله طبعاً بكل شوية وراء صالات العيشاء بحوالي أربع ساعة عشرين دقيقة تلقوني بدي سنبث ما نبقاش نستناول الثمانية إذن غداً إن شاء الله حكمونا الراحة كاملاً نديروه كامل وبعد غدا إن شاء الله حكمونا العمل الجمعة ما فيها شو الجمعة ما فيها نديروه كومون العمل وبعدها يبقى لنا الإدماج العصبي هاي حسين ثلاثة هام ثلاثة حصص حتى الآن وبعدها نديروه تعدل المخضيات تبقاونا ربع حصص ونخلصوا علينا المشارك إن شاء الله هيا روحوا فوراً للعمل لمستقبلات الغشائية الأسيتيال كولين قل كتبيني الوثيقة سبعة حالة المستقبلات الغشائية في وجود غياب الأسيتيال كولين هكا قاعد يبينيك في غياب الأسيتيال كولين على حساب الشرانة نشوفه في غياب الأسيتيال كولين شوف القناة كيف نبوشية من تحتها القناة مغلقة ما تشوف فيها هاي مغلقة في وجود الغشائية في وجود الغشائية كولين كما توضع بعد على المستقبلاتها وشوف القناة كيف تفتحت ودخلت جزيئات أو نقول شوارد الأن أبلوس دخلت شوارد الأن أبلوس قل لك وضع لي البيانات 1- أسيتيال كولين زوج مستقبلات خاصة بالأسيتيال كولين 3- قناة أيونية مفتوحة 3- قناة أيونية مفتوحة 4- شق مشبكي 5- سيتو بلازما الخالية خمسة سيتو بلازما الخالية خمسة سيتو بلازما الخالية تبع معي في الكتاب هنا نعوده من الأولا ألف أسيتيال كولين زوجة مستقبل الغشائي خاص بالأسيتيال كولين ثلاثة قناة أيونية مفتوحة ثلاثة قناة أيونية مفتوحة أين رحت الرابعة 4 شق مشباكي 5 سيتوبلازمة الخالية مشباكية 6 غشاء هويولي 7 قناة إيونية مغلقة نعود البيانات من أول وجديد هذا مستقبلات خاصة بالأسيتي الكولين 3 قناة إيونية مفتوحة 5 خلش قنوات لا تفتح ما تبقى مبلغ كيميائي 5 التبني بلاد السفر في وجود الاسيتين كورين أي عند تثبيتي على المستقبل غشائي تكون القناة مفتوحة وفي غيابه تكون القناة مغلقة خلاص نورمال مو خلصنا نورمال مو خلصنا نورمال مو خلصنا اذا نعلانا خلصنا مشي نورمال مو خلصنا خلاص الله مني سودعوك ما قرأتو ما حفظتو متعلق لم تفردوا عند حاجتي اليه انك على كل شيء قدير حسبي الله هنا من الوكيل وصلى الله وبركة على سيدنا محمد وعلينا محمد اجمعين الغدا ان شاء الله عندناكم هنا الراحة كما قلت لكم وراء صلاة العشاء بعشرين دقيقة نصف ساعة بالاكثر راني نبدأ نبث عشرين دقيقة نصف ساعة قادر وراء عشرين دقيقة وراء نصف ساعة وشي ساعة دانيا هذه هي برك صلى الله عن بي الحمد لله وذكروا الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا شكرا